بسم الله أبو الإبن والروح القدس إلى واحد أمين من كلام الأخ أحمد أنه كان رئيس شمامسة وكلامه الذي يناقضه أن الإنجيل حرفه المطارنة أين هو الإنجيل الذي لم يتم تحريفه حتى عرف أن ده محرف فلو كان شماساً وردبة رئيس شمامسة يعني إنسان مكرس في الكنيسة عمل في الكنيسة راتبه من الكنيسة وإن كرس كرئيس شمامسة وهو متزوج لو ماتت زوجته لا يتزوج وإن كرس وهو غير متزوج لا يتزوج فكلامه يناقض يعني حضرتك بتشكك أبونا بكلامه لأحمد أنه كان رئيس شمامسة ولا رئيس شمامسة لأن رؤساء الشمامسة في مصر يعد على الأصابع شماس كبير زي إبراهيم عياد لم يعين حتى الآن رئيس شمامسة رغم أنه يدرس بالكلية الإكليريكية مادة الألحال الكنيسية فرئيس شمامسة ليست بالردبة الصغيرة ورئيس الشمامسة لا يعلم أن الإنجيل قبل المطارنة فكيف المطارنة حرفوه؟ وأين هو الإنجيل الغير المحرف؟ حتى لو أن علماء الدين المسلمين لم يدعوا على الإنجيل أنه محرف لأنه لم يذكر حتى في القرآن أن الإنجيل حرفة اتنين في الدستور المصري يقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع هذه المادة الثانية من الدستور فكيف استطاع تغيير اسمه بالهوية من يونان إلى أحمد شفيق من سمير سمير يونان إلى أحمد شفيق لو كان فيه اضطهاد وأين الدولة؟ حينما عفوا عفوا هو يقول إن بيئته المسيحية من اضطهادته ولم يقول إن الدولة اضطهادته يقول إن بيئته المسيحية عيلته والمقربين والكنيسة هي التي اضطهادته حينما يعتنق مسيحي الإسلام يتم توقيع الأهل على مذكرة عدم التعرض له فلو كانوا تعرضوا له وهم موقعين على المذكرة يضعون نفسهم تحت القانون ولو كان عرفهم موقعين تحت القانون لما قصر في الشكوى عليهم وهو ما جسرش إن جه من مصر إلى لبنان عشان يتكلم هذا الكلام فكان هيغلب يروح لمركز الشرطة ويشتكي تفضل أحمد نعم أنا لن أتهم شخص بعينه على كلام أبونا لن أتهم شخص بعينه بالإسم إلا كاهن واحد طيب عينك كيف راحيت عيني بعد ما أشهرت إسلامي نعم حصل علي هجوم في بيتي بكتش لسه تزودت في بيت بمكان معين وخدت طلق ناري من مين الهجوم؟ من المسيحيين مين هما؟ لن أعلم طيب إذا أنت لا تعلم من هما كيف علمت أنهم مسيحيون؟ لأن المسلم مش هيعمل كده فيا لأن أنا على الإسلام دلوقتي مش هيعمل كده فيا بهاي برك المشكلة مش على قصة الدين برك المشكلة على قصة تانية على خلاف آخر لا يوجد خلاف بيني وبين أي إنسان نهائيا طيب عينك وبتق بوترة رجلك في نفس الحدثة؟ لأ في عندي قطع بالرجل نعم قطع بنفس الحدثة؟ بنفس الحدثة واحترق بيتك واحترق بيتي في البداية في البداية قبل طيب لم تتقدم ببلاغ إلى سلطات؟ لم تتقدم إلى أحد ليه؟ حيعمل إيه البلاغ؟ هو هذا ابتلاء ابتلاء ليمحس بها قلبي هل أنا مؤمن ثابت؟ نعم إنسان قلعت عينه وبوترة رجله والأهل موقعين على عريضة أنهم لا يتعرضوا له موقعين الأهل على عريضة؟ لازم لن أعلم حتى الآن حينما يتم شهار إسلامك عندي هون شهادة شو هي؟ شهادة انتناق الدين الإسلامي نعم 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 تعاهد خاص نعم 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 لحظة فيه تعاهد خاص هون فيه تعاهد خاص على وسيقة الإشهار نعم عندي تعاهد وعندي موافقة من الأمن العام بتغيير اسمي بعد تحري عني 11 شهر بالأمن عن هذا الإنسان هل هو صادق أم هو غير صادق هل أشهر إسلامه وغير اسمه للهروب من قضية؟ كل ده كان بتعمليه اللجنة القانونية في التحريات وأشهرت فعلا إسلامي وتم تغيير اسمي في الأزهر هل الأمن بيتابعه سنة حتى يتأكد أنه أشهر إسلامه بدون ضغط وبدون مراوغة ولا يتأكد أنه قد تعرض إلى اتخاذه؟ يبقى الأمن بيعمل إيه؟ يبقى ده إهانة زي ما قلت يبقى ده إهانة إهانة للأمن المصري لا إنت قررت يا أبونا إنت قررت هذه الكلمة قررت هذه الكلمة من فضلك لو سألت إنت كملت كلامك لا إنت قررت كلمة الأمن مرات عديدة أنا أكمل كلامك أنا باحترم الأمن المصري وهما يحترموني ليه الحق أن أتكلم نعم نعم إذن لا تدخل الأمن نحن نتكلم عن اعتداء واضطهاد صار عليك من قبل الكنيسة ومن قبل الأهل والأمن يراقبك لمدة سنة هل الأمن كان موافق على الاضطهاد هل الأمن يرى اضطهاد له ويسكت هذا ما أريد أن أبينه أنه يعتبر إهانة للأمن المصري